حرب ظل بين ايران واسرائيل خرجت الى العلن وتحديدا في تركيا بدأت شرارة المواجهة بهجمات في الداخل الايراني لم تتبنها اسرائيل رسميا بل ضمنيا وعلى لسان بينت بعد اغتيال قادة عسكريين وعلماء ايرانيين النوويين تعذر الرد الايراني في سوريا ولبنان تحديدا في سوريا كرست الضربة الاسرائيلية الاخيرة لمطار دمشق وتدميرها مستودعات ذخيرة لميليشيات ايرانية بينها حزب الله عدم القدرة الايرانية على الرد في الساحة السورية لاعتبارات عدة بينها تجنب مواجهة مباشرة وشاملة مع اسرائيل لا سيما ان روسيا وتركيا غير متحمستين لتصعيد ميداني قد يخرج عن السيطرة في سوريا في لبنان تبدو الحسابات الايرانية اكثر تعقيدا يتردد حزب الله في استفزاز اسرائيل لاعتبارات عدة بينها انقسام سياسي داخلي حاد اضافة الى وضع اقتصادي مترد لا يحتمل عملا عسكريا لو وحد به اسرائيل عبر كوخافي قد يكون غير مسبوق وضعان معقدان دفع ايران الى الخيار السهل المدنيين الاسرائيليين او بالاحرى السياحة لكن مرة اخرى تصطدم ايران بحسابات صعبة تركيا التي تشكل وجهة للسياحة الاسرائيلية اضافة الى المعادلة الثنائية للعلاقات التركية الاسرائيلية والتركية الايرانية لكن المدنيين يشكلون خطا احمر اسرائيليا رئيس الوزراء الاسرائيلي لم يكتفي بالتهديد بالرد على اي استهداف ايراني بل رسم قاعدة اشتباك جديدة مع ايران ضرب المخطط وليس المنفذ فحسب يبقى حساب واحد معلق اي عملية ايرانية في تركيا لا شك ستثير مشاكل مع انقرة التي تعمل على علاقات ثابتة مع تل ابيب